حلوة كلامك يا حبيبتي طالما فهمتي واستوعبتي اللي احنا فيه يبقى خلاص لازم نغير من طرقتنا ونتصرف بطريقة تانية عشان الحياة تبقى حلوة غصب عني يا زينب انا اعرف انه غصبا عنك يا حبيبتي وعرف انه مشاعرك هيالي بتحركك انا لو كنت مكانك كان ممكن اعمل كده واكتر بس الحمد لله ان انت جمي وان انا جمك والحمد لله كمان انو حسن جنبك وعارف يتصرف كان ليجا جنب يا زينب انا اتعبت انا زعاد كتير قوي بحس ان ادماج دي عاملة زي الفرن ببقى ساعدة عايزة هد الدنيا كلها كل اللي بيجي في بيلي ساعدة ان انا ببقى عايزة قطعها بسنيني لما تجيلك الحالة دي كلميني ايوا يا ردال كلميني وتعلي نقعد نحكي مع بعض سرخي سعقيلي اعمل اللي انت عاوزاه انا في النهاية اختك وانت حببتي انا حارف هستحملك ولو الدنيا دي كلها داقت قدامك حتلعي قلبي وحطني مفتوح لك يا زيعة كانت وزيعة كل اللي انت بيتحبيه مش خطر الى دالي انا اخدك حببتك جنبك طي يا تيش الدنيا حتبقى حلو ايه يا رجالة اللي انت عملته دا هو عين العدل حملته اصبعان يا مراعان كان عيل علي موت نفسي قبل ما هسلمها المهم بتاعلى الاربرعية مش طيجة تشوفني جرب انت منع شوية شوية تفهم اللي انت عملته دا هو الصالح انت مالك فيك حاجة مفكر في اللي جاله عادل انت شايف ايه عادل دي انا هاخدى لنارها دي ايه انا كنت هقول لك جده يعني انت ما عندك شمانية هترجع للوقنام لا طبعا ايو انا مش عايزها ومش طايق اشوف وشها تاني بس لو المصلحة تحكم معنيش مشكلة ولو اني متأكد ان دا حجر بيرمي عادل عشان يشوف اخرك ايه حاجة دا مش شهل حسنا ما فيش اخبار عنه انا تليجي دلوق دماغة مش هولة بعد ما خسر مكانته كل اللي يهم دلوق انه يرجي هزها الاول واكتر تليجي دلوقتي بنتفك مع عادل يلا هلا فين هرد الزيارة مش الاصول بتهولة دا مالك يا فاتحي شايغ طاجن ستك ليه قطب لي على الفيسبوك وفار فاري ساد انت صاد له يا بابي لا ما فيش حاجة فيش حاجة بقول لك ايه هو انا مش عارفاك ما تخليش الفاري يلعب في عبي وبعدين انا عايزاك في موضوع مهم خير اديني معه انت ما بتعرفينيش غير في المصائب محروس ماله الزفت هو احتل البيت ولا ايه هو اول برميل اللي معاه ديه بقولك ايه يمشي دلوق حالا الناس كلت وشك ما تنساش انه كان جوز عمتي حاضر همشي من بكرة الصبح مش هتلاقيه في البيت تحبها مشهولك من البلد كلها الله 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 دا انتك دا فيك حاجة فيه انه وانا لازم اعرفها قول هتقول ولا مفيدة مالها غراب البنتي مفيدة كانت حامل كانت ايه مفيدة كانت حامل يام سبتي يام سبتي اوعى تقول انها كانت حامل منك اه حامل منك يام سبتي بقولك ايه اوعى تكون بتخطط وبتسطف كلامك عشان تجيبها ايه لا تنقطع رجلك ورجلة بقولك ايه انا رميت طبتك من زمان روح لها يا الله روح لها بقولك كانت يا متخلفة كانت كانت يعني ايه يعني سقاطة العيل اه اشكرك يا رب طبفة حامل وشبري يعاني بنتك بردي غلبانة سقطت وهي عامل ايه دلوقت والله يا بقى معرفش عاملتك كانت معاها يام سبتي ايه حتى عمتي عرفت ما انا مليتش حد استانجي دي في المصيبة دي غيرها اه وانت زعلان يا فتحي زعلان شكلك بيقول انك زعلان احمد ربنا يا فتحي ربنا ما بيجيبش غير كل حاجة كويسة ده انت تصلي ركعتين شكر لله انك خلصت منها بقولك ايه فرفش فرفش بتيجي نروح اسكندريا يومين ايه رأيك نبالبط في المية واناكل امو الخلول بقول اه بقول اه يا فتحي وزينة بعمل ايه الحمدلله زين ابقى زورينا اكيد بقولك ايه عاد الباشع انا كلمته حسب ان انت قلته حلو ده وقال لك ايه هو اقدر يقول حاجة حاضرك ديش بحد عندنا وتطلب الصرح وانا اقول له وتبقى عيبة ولا يا ريم هانم لا معلش مش فاهم انت تقصد دي بالزبط انا باش اجيب وجل لي انه اقاوز لم الشامل تاني شامل مين معلش انت وحسن ومين قالك اني هرجع لحسن اصلا لا 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 مين فيه هيا تو مش قلتلي ان انت راجل البيت والكلمة كلمتك وانت صاحب الامر او انه ريم خد لبنة واطلع على فوق örper مالش حبيب يطلعي شوية فوق بقول انتي ولوبنا كلامي واضح اتفضلوا على فوق اعتبر الموضوع انت خلاص كيف يعني؟ صاحب دي الشيء اني جالي انها مش موافقة هناخدها غزبا عنها؟ دلع بناتهم روان انت سيد العارفين اه اذا كان دلع بنات ماشي نستحمل هي عندها حاج هي عشان لامل عمل وحسن بس هي كمان مرضو غلطانة مش عشان حسن سبلها لحبلها الغالب تعمل لها عايزها حاجة لها يا عهد الباشا وفهمها ان السيد لازم تعافظ على بيتها والجوزها وتوبجى تحت جناحاته ولا ايه؟ سي ما قلتلك اعتبر الموضوع انتها وخلصنا منه احنا بقى اخبرنا ايه؟ مش فهمتك صدي اللي انت فهم كويس ايه وانا قصود ايه؟ قد الباشا انت بعت رجالتك تأس ورايا وعملت لفه والدور عشان تعرف الحاجة موجودة في المخزن ولا؟ والحاجة اتنقلت معلوم؟ ما هجول عايز بهاك ده؟ عيني عينك؟ ما يصحاش ونقلتها فين بقى الحاجة؟ فاهمان اصام كان عندك؟ كان عندك؟ قبل ما ايجي عندي انت عملت لفه والدور زي الطور اللي بدور في السجل لما هو اخزن هو مهما تلفه والدور هتفضل ماك هناك ما تجيب من الآخر عصام كان عاوز منك ايه؟ سيبك من عصام خالص مهم انا وانت؟ انا عايز اعرف عصام ده كان بيقالفط في ايه؟ عصام خلاص طالما ابتدى يلفه ويدور عليك شوية وعليها شوية وهو مش عارف هيوصل ولا يحط فين؟ اعرف انه خلاص انت والله عندك حاج انا عبعد حسن ياخد لبنة هي دي الاصول يا باش ينور ويهانس في ايه وقت البيت بيته